صباح الخير هنتكلم في الفيديو تيه عن اول دودة في السستودز وهي حاجة اسمها ضايفيلوبودريام لاتم اسمها كبير وحش بس لما نفسسه بعد شوية هتعرف ان هو سهل اوي اسه الاسم ممكن تحفظه هذه الضايفيلوبودريام لاتم هي دودة شريطية سستودة يبلغ طولها 10 متر وبتعيش جوه الامعان فلك ان تتخيل 10 متر جوه الامعان ممكن تعمل ايه موجودة في المية المجمدة هي بتيجي من اكل السمكة بس مش اي سمكة سمكة السلمون وهذه السمكة سمكة السلمون وتعيش في المية المجمدة يعني اليابان روسيا فوق الحتة اللي فوق دي عند القطب الشمال تعالى نتعرف عليها بس قبل لما نتعرف عليها تعالى نتعرف على عيلتها احنا دلوقتي في بداية الكلام عن عيلة اسمها سيستويدي كلاس سيستويدي والسبكلاس بتاعها اللي هم مين السستودز او السستودة او الديدان الشريطية اللي احنا بنسميهم التيب ويرمز اسم الدلع بتاعهم فهتلاقي كل دودة شريطية اسمها حاجة تيب ويرمز يعني احنا بنحب ندلعها الددانة الشريطية دي او التيب ويرمز متقسمة لعلتين قال لك عيلة اسمها أردر سودو في الليدي وعيلة اسمها أردر سايكلو في الليدي أردر السايكلو في الليدي ده هتلاقي كل السستودات يعني معظم السستودات هما في الأردر بتاع السايكلو في الليدي ده وسموهم سايكلو مدورة علشان عندهم ساكرز مدورة يبقى معظم السستود هما في الأردر اللي هي الضيفلوبودرياملاتم اللي في الأوردر سودو في الليدي وكلمة سودو معناها خادع لأن هي ما عندهاش ساكرز مدورة زي سايكلو في الليدي دي عندها جروف زفراسخة عندها جروف زفراسخة فسموها سودو في الليدي وهي دي أدوات التثبيت طب تعالنا نتعرف على شكلها قالك أول حاجة هذه الددان السستودا هي النوع الثاني من الددان الفلات مش احنا اتفقنا أن الدرماتودا كانت فلات هما الاتنين من العيلة واحدة اسمهم عيلة البلاتي المنتز أو الددان المفلطحة الفلات اللي هي ملهاش بادي كافتي ملهاش ليومن عبارة عن ورقة بس السستودا بقى مش ورقة واحدة السستودا مش ورقة شجر السستودا بقرة منديل منديل تحت منديل تحت منديل تحت منديل تحت منديل هي عبارة عن سجمن 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 سجمنتات لازقف بعضها يبقى عبارة عن ورقة بس إيه سجمنتات كتير لازقف بعضها فهي segmented worm أو ديدان شريطية عاملة زي الشريطة ومن هنا جات التسمية الديدان الشريطية كلهم هيرمافروضايت كل السستودة هيرمافروضايت وما عندناش اي exceptions يعني قلنا البلاتيه المنثس كلهم هيرمافروضايت ما عدا الشيستوزومة اللي هي الترماتودة العقل اللي ما لناش دعوه بها كل السستودة دلوقتي هيرمافروضايت كلهم ما عندكش ميل وفي ميل ما عندكش ميل تانية وفي ميل تانية لا هو أضل تانية واحدة بس كل السستودة ما عندهاش ليه السستودة ديدان الشريطية العادلت بتعيش ف visto يعني انا وأنا مغمط لما أسألك على الهابيتات بتاع اي السستودة هتقول لي بل عن طرح ما قالك بالعكس الا Então لما جئت اتفرج على المقدمة بتاع التيلول كل esitti يعني فيهwach robot يعطي المقدمة ؛ ده معناها ان Dutch stay هو اللي فتيشه بتاعتي لكن هتلاقي القدلت ورم بتاعتها قعده في كائن حي اخر كان عقبه قطة في الしました بتاعته ما بتعملش اكتر منك علشان كده معامة مش محتاجا مش محتاج ان هي تهدم طيب السس 2 ده بتتكون من راس عندها سكوليكس والسكوليكس في الحالة بتاعتنا النهاردة اللي هنتكلم عليها اللي هي عندها ادوات التسبيت بتاعتها الحاجة اللي بتخليها ترشأ في الميوكوزة هي بوذريا كلمة بوذريام معناها جروف هي عندها تنين بوذريا فهي عندها البوذريا اللي هي جروفز البيضة دي اللي بتمسك بهم فين بعد كده عندها سيجمينتات عندها نيك هذه الرقبة هي اللي اكتب لي عما لقيه تنقسم 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 فاتكون سيجمينت فالسيجمينت اللي يتكون لسه مش ماتيور لسه مفيهش ما فيهش تيستس و اوبريا الكلام ده لما يتكون فيه التيستس و الاوبريا يتحول الى ماتيور سيجمينت زي اللي انت شايفه قدامك ده عبارة عن ايه الوردة اللي في النص الشعيبة ده ده اليوترس وتحتها الكورتين دول أوفري يبقى فيها يوترس بتلاقي سيجمنت بتاعة الضيفلوبودريام لاتم بتبقى عريضة سيجمنت عريض يعني هتقي عرضه أكبر من طوله كده ومستطيل مش مربع هتلاقيه مستطيل عريض عشان كده هتسموها لاتم كلمة لاتم يعني عريضة أو بيروت تيب ورم وفي النص فيها لقطعة حامرة كده اللي هي عبارة عن اليوترس بتاعة والأوفريس بتاعتها ده الماتيور سيجمنت بتاعة اليوترس بتاعة الضيفلوبودريام لاتم بيتميز ان هو مفتوح عنده أوبنينج عنده فتحة فاليوترس كل ما يكون بيضا يرميها يكون بيضا يرميها ترميس تطلع برا الفتحة تطلع برا الفتحة فعشان كده هنقول لك معلومة خطيرة في الضيفلوبودريام لاتم ان هي ما عندهاش جرافت سيجمنت بقيت السستودات عندهم حاجة اسمها جرافت سيجمنت اللي هي جرافت سيجمنت دي كمية ضد محشرين جوا سيجمنت فانا سميته جرافت سيجل لكن الضيفلوبودريام لاتم ما عندهاش بيضا بتتحشر ليه علشان اليوترس بتاعها مفتوح فبيرمي الضد بتاعها البر يبقى الضيفلوبودريام لاتم مبارا عن راس نيك ايه ماتيور سيجمنت ماتيور سيجمنت وشكر تعالي ناخد قصة حياتها اتفقنا ان هذه الضيفلوبودريام لاتم معنى الكلمة بقى قالك ضاي يعني اتنين ضاي يعني اتنين فلو يعني ليف لايك شبه ورقة الشجرة كده بوذريام جروف يبقى هيا ضاي فلو بوذريام عشان عندها اتنين جروف لا تم يعني برود علشان هي السيجمنتات بتاعتها برود اسم الدلع بتاعها ايه بتيج من اكل سمكة السلمون هسميها الفيش تيب ورم سيجمنتاتها عريضة هسميها البرود تيب ورم اتفقنا ان هي موجودة فيه موجودة اكتر مش موجودة في مصر يمكن تيجي مصر مع السمكة السلمون نحن نشتريها ونستوردها من برا ولكن مش موجودة في المصريين موجودة في اليابان وفي روسيا وفي الحتة اللي فيها مية مجمدة موجودة في ألاسكا ممكن في أمريكا حتة دي طيب تعالنا ناخد قصة حياتها تبدأ قصة حياتها ببني آدم هذا البني آدم جهه السمو الانتستن بتاعته قعدة دودة طولها عشرة متر الدودة دي عمالة قعدة تاكل وتشرف بفرحانة جهة وتبيض ضيط وتجيب الأجز بتاعتها هتلاحظ بقى إيه قالك إن الأوردر سودو في اللي دي دا اللي هو فيه منه بس السود الضيف اللي بودري ملاتم دي حلقة وصل شوية ما بين الترماتودة والسستودة فانت هتلاقي في تشابه كبير قوي ما بين اللايف سايكل بتاعتها وما بين الترماتودة ليه قالك البيضة دي بتبقى إيماتيور بتبقى غير مكتملة النمو وعلشان تكمل الماتيوريشن بتاعتها لازم تنزل في فريش ووتر هدي أول تشابه يبقى أنا عندي البيضة بتاعتها بتبقى إيماتيور والبيضة بتاعتها أوفر شبه البيضة بتاعت الترماتود كله أوبركوليتد عليها أوبركولام شبه بيضة الترماتود ولازم تنزل في مية فريش ووتر عشان تكمل دورة حياتها زي مين زي الترماتود هتنزل جوه المية طيب هزا البني آدم بيعدي في اللي ستول بتاعه بيت بس قالك لأ قالك ممكن الماتيور سيجمنت بتاعت الضيف اللي بودري ملاتم تتقطع وتنزل يبقى إحنا طول ما إحنا ماشيين في السيستودة هقولك إن الدياجنوستيك ستيج عندي بتبقى دايما الإيج والسيجمنت ليه؟ إن السيستودة الددان الشريطية اللي سيجمنتت ممكن سيجمنتات منها تنزل لوحدها مع السيجمنت فهينزل معاها الماتيور سيجمنت والإيج هزي الإيج البيضة لازم تشوق طريقها إلى فريش ووتر عشان تكمل اللايف سايكل أول ما تنزل هتوقض لها بتاع أسبوعين وبعدك هتفقس ويطلع منها كاتكوت فاكر الكاتكوت بتاع الترماتودة كان اسمه إيه؟ كان اسمه ميراسيديام طب ده مدور كورة كوراسيديام يبقى أنا عندي كاتكوت اسمه كوراسيديام هيتطلع بره البيضة دي عنده أهداف برضو سيلي يبتدي عنف المية عنف المية لحد ما يقابل مين؟ كائن شرير هذا الكائن الشرير اللي هو السايكلوبس من هو هذا السايكلوبس؟ برغوط الماء كلمة سايكل معناها مدورة أوبس يعني آي عنده عين واحدة مدورة في نصر فانا سميته سايكلوبس ده برغوط الماء حشرة تعيش في الماء بيحب الكوراسيديام ده يروح ايه؟ واكل الكوراسيديام ده لما يشوف ده حشرة صغيرة انت ما بتشوفوهش بعينك تزغنا قوي هياكل الكوراسيديام ده والكوراسيديام هيدخل جوه جسم هذا السايكلوبس يطل شوية كورة بتطل شوية وتتحول الى حاجة اسمها Procircoid larva تحول الى حاجة اسمها Procircoid larva جه بقى هزي السايكلوب في المياه في امان الله جت سمكة كلته سمكة سالمون معدية راح اتوكلها كلت هذا السايكلوب فدخلت جواها البروساركويد لارفا دي وطولت شويتين وبقى اسمها بليروساركويد لارفا ممكن تخش جوا سمكة السالمون بس قالك لأ ممكن حاجات تانية اسمها بيرشو تراوت موجودة برضو في المياه المجمد بيب هتخش بقى جوا السمكة وتتحول الى بليروساركويد لارفا تيجي سيادتك تاكل سمكتها يكل سمكة سالمون مش مستوية كويس فايه فتبقى لسه البليروساركويد لارفا عيشة جواها تدخل جوا الاسمه الانتستن ترشأ كده عندها بقص غنكة تروح رشقة في الميوكوزة وتبتدي ان هي تطول 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 وتتحول الى القضل تضاي في اللوبودريام لاتا وتوتا توتا خلصت الحدود الديفينيتب هوست عندي هو مين؟ تفقنا الفاينال هوست الديفينيتب هوست العائلي الاساسي اللي بتعيش في الدودة الكبيرة هو البني آدم في هذه الحالة هل عندي ريزيرفوار هست؟ هل في كائنات اخرى بتوتصوب؟ قالك اه ما في حيوانات تانية بتاكل سمك مش مستوي زي القطة والكلب بقى القطة والكلب ممكن يجي لهم ضاي في اللوبودريام لاتا دول ريزيرفوار هست فين الهابيتات؟ سمول انتست تبعنا وإحنا مغماضين سستو ده هبيتات سمول انتست طب فيه انترميديات هست؟ عندي اثنين الاولاني سايكلوب يبقى انا عندي السايكلوبس او اوالووترفلي اللي هو مرهوت الماء ده القdıرة 채بار지만 ده الفرست انترميديات هست وعندي التاني السماكة اللي هو سمكة سمكة ايها ايه؟ اي سمكة لا سمكة سلامون او بيرش او تروت طيب ايه المود في إنفكشن والإنفكتيف ستايته؟ انا قالى إنفكشن يزي لازم أكل سمكة يبقى أكلت السمكة اللي مش مستوية قويس اللي كان قويها بليرو سيركويد الارفه يبقى الانفكتف ستيج بتاعتي هي البليروسيركويد لارفا هي دي اللي انا لازم اكلها عشان يجيل الانفكشن والمود في انفكشن عن طريق الانجشن اف امبروبر ليكوك دي سالمون فيش كونتينينج بليروسيركويد لارفا الدياجنوستيك ستيج اتفقنا ان في كل السستودة ما بيبقاش اجز بس بيبقى اجز وايه و سيجمنت اجز اند متور سيجمنت ده اللي هلاقيه في السطول بتاع العيان وهشخص بينه هو عنده ضايفي اللي بودريام لاته تعالى بقى مع بعض نشوف العيان هشتك من ايه قالك اول حاجة اللي هو ممكن يبقى سمتماتيكا ممكن تبقى مثلا معدي بدودة ولا دوتين ولا حاجة وخلاص ويعني ايه وما يجلوش اعراض طب لو ابتدى يشتكي يشتكي من ايه دودة قاعدة في السمول انتستن زي ما اتفقنا قبل كده اي دودة بتعيش في السمول انتستن بتزود البرستالسز كمية السطول اللي بتنزل من غير ما تضهض من غير ما يحصل فيها ابزوربشن بتبقى كبيرة فالعيان بيجيلو ضايرية بيبقى عنده ايه اسهال بيخش الحمام كتير ويجيب السطول كتير عنده كمان ما غصدي دودة كبيرة وقاعدة وشد على الامعاء وطولها بتاع عشرة متر فعنده كوليكس عنده نوزيا وفوميتنج ممكن يبقى عنده احساس بالترجيع وعايز يرجع بس اهم حاجة بقى في السستودات دودة طولها عشرة متر عملت انطص اكلي فانا على طول جعان وبخس يبقى العانده هيبقى عنده هانجر بينز وبياكل ياكل ويخس بطنه واجعاه على طول وعنده هانجر بينز وعلى طول جعان وايه بيأكل كتير ويخس طيب تاني حاجة قال لك الدودة دي بما انها طويلة وكبيرة فهي مش بس بتمتص يبتفرز يعملها تاكل وبطلع توكسنز توكسنز دي بتبقى توكسك للبرين فبتروح على البرين تعمل شوية نيرولوجيك المنفستيش ان عين ده بيبقى عنده صداع مهمة انزوميا عايز ينام على طول ممكن توصل لكونبالجنز يبقى مشكلة العين ده ايه وده دايما هتلاقيه في كل السستودة كل الانتستاني السستودة هتلاقي فيها هتحط فيها لسطنبا دي طيب ده يفكرني بحاجة خلي بالك بقى لشان ساعات هنا بيجيب كيسز ويقعك فيها فاكر في التريماتودة كان فيه دودة صغننة وحلوة كده بتجدنا لما بناكل في سيخ بتاع شمي نسيم هتروفس هتروفس وقلنا ان هي بتعمل شوية ديارية برضو ثم ساعات البيض الصغنن بتاعها بيخش يوء الدم ويوصل للبرين فيعمل لي ايج امبوليزم فيعمل كومبالجنز يبقى التريات في الكيس بتاع ان انا كلت سمكة جالي دايجيستف مانيفستيشنز بعدها كومبالجنز ممكن يبقى واحدة من الاتنين هتروفس او دي لا يتم طب انا فرق ازاي بنوع السمكة والعين جاي منين العين مصري كان في شمي نسيم واكل في سيخة تبقى هتروفس العين جاي من روسيا جاي من مياه من جمدة واكل سالمون او امبورتت فش هتبقى ضايفي لبودريام لاتا بعد كده قالك العين ده خلي بالك بقى عنده دودة وممكن تبقى كزا دودة كتير عشرة متر فممكن تسد الامعاء وتام العين ده انتستينا الاوبستركشن انتستينا الاوبستركشن ده بيعرفوه الجراحين بيقولك ان هو ايه ابسوليوت كونستيباشن يعني ابسوليوت كونستيباشن يعني فيش ريح ممكن عيان اصلا يبقى العادي بتاعه ان هو ما يخشش الحمام لمدة يومين ثلاثة بس هو ما ينفعش ما يجيبش ريح لمدة يومين ثلاثة ابسوليوت كونستيباشن وبيرجع وبطم واجعاه ده كده بيعرفوه انهاء ايه انتستينا الاوبستركشن فيه سد ده لازم يخش جراحة دلوقتي اخر حاجة قالك هي الدودة مفجوعة تحب بتيكل الفيتام بي 12 فهي بتاكله فبتجيب للعيان يبقى اول حاجة الدودة دي قالك بتاكل كمية كبيرة من الفيتام بي 12 بتاع العيان فبتجيب له فيتام بي 12 ديفيشن وبرينيشنس انيميا بالاضافة الى ان توكسن اللي هي بتفريزها برضو بتأثر على تصنيع الاربسيز فايه سبب البرينيشنس انيميا مع دي لاتن؟ ان هي بتاكل الفيتام بي 12 بتاعي وان هي ايه بتفريز توكسنز طب انا عايز اشخص بقى الضيفيلو بودريام لاتن اول حاجة اتفقنا بحكي مع العين انت جاي منين يا حاج انا وكل سمكة مستورادة او هو شخصيا جاي من اليابان او جاي من روسيا كلينيكالي عنده دايجيستف مانيفيستيشنز عنده نيرولوجيكال مانيفيستيشنز طيب عايز اشخصه ضايركت بقى او الاول تعال نحط اللي احنا بنحطه على طول السي بي سي كومبليت بلود بيكتشر هتلاقي في ايه ايه العين دا لسه متفقينه هو عنده برينشوس انيميا عنده مكروستيك هايبر كروميك انيميا بسبب انه هو ما بيمتصش ايه البي تويلف او الدودة بتاكل البي تويلف بتاع العين فين الازينوفيلي يا دي مش دودة وطولها عشرة متر بس استنى احنا اتفقنا ان الدودة اللي طولها عشرة متر او اي دودة عمتا اللي قاعدة جوه الانتستن ما تحركتش جهاز المناعة مش حاسس بيها مستخبية من جهاز المناعة يبقى الدودة دي انتا مش هتلاقي معها ايزينوفيلي ليه انا كلتها نزلت في الاسوفيكاس في الانتستن قاعدة في الانتستن مراحتش يمين ولا شمال وحتى مش مسكة في الوول يعني مش عاملة بنتريشن ده هي مسكة بالبودريا بتاعتها يبقى الدودة دي مش هيبقى معاها ايزينوفيليا لانها قاعدة في الاعماء ما هتحركتش هيبقى معاها ايه طبع شخصها دايركت ازاي هاخد عينها من ستول بتاع العين ده هلاقي فيها البيضة والبيضة دي اتفعنا ان هي بتشبه البيض بتاعت التريماتودة يشبه بط الفشولة بالضبط هي برضو اوفل هتلاقي عندها اوبركلام من جوه بتبقى ايه ماتيور كونتينت بتبقى لسه كتكوت غير مكتمل النمو بيبان كأنه رغوي صبون كده ممكن نلاقي الماتيور سيجمنت اللي هو بيميزه اكتر حاجة ان هو عريض سيجمنت عريض مستطيل عريض عرضه اكبر من طوله وبيبقى في النص فيه لوطة حمرة كده او لوطة بني اللي هي بتبقى ايه اليوتروس مع الاوفرز بتاعت ايه بتاعت الدودة تعال انا نعالج العين كل التريماتودة علاجها برازيكوانتال كل السستودة علاجها برازيكوانتال يبقى كل الانتستاينال سستودة علاجها برازيكوانتال يبقى زي التريماتودة عادي يبقى نحن حط البرازيكوانتال بس مع السستودة بنزود نيكلوزامايد ان انا ممكن اتديله براسي كوانتال وهو ده احسن واحد يتاخد ما عنديش مش متوفر هنديله نيكلوزامايد ودي دوا ايه ودي راس بتتمضغ هتديله كده قرصين يمضغهم برضو سنجل اورال دوس بعد ما تديله من الاتنين دول هتديله حاجة قالك هتديله شربة صلاين برش بعد ساعتين ليه علشان تنفضله الامعاء فتنزل الدود يبقى انا هتديله اما براسي كوانتال يهم نيكلوزامايد هتديله شربة بعد ساعتين علشان ينزل الدودة العيان بتاع الدي لازم حديله فيتام بي 12 عن طريق الحقن علشان ايه اعوضه بتاع الفيوتام بي 12 تعال انا اخد البرفنشن اند كونترول احنا كنا بنمشي على سكيمة مشان عندي عيانين هعالجهم يبقى انا لازم اشخص العيانين وعالجهم عشان هما مصدر ايه مصدر الاجز اللي بتكمل لايف سايكل بتاعتها عندي مين تاني عندي كلاب وقطت ريزرفور هوست اعالجهم يبقى انا هعالج الكلاب والقطت وعالج البني قدمين وعالج كل الحيوانات بعد كده السمكة اعمل فيها ايه قالك لازم تطبخها كويس يبقى انا بروبر آآ كوكينج أو فيش او ان انت تجمدها يجيب المسلا سمك المستورد يقعد في الفريزر مثلا مش اقل من 72 ساعة علشان ايه يكسر بليروس الكويد لارفة يبقى اما نجمد السمكة اما ايه اما نطبخها كويس اخر حاجة الهيلث ايديوكيشن اواعي الناس ان هما ما يكلوش سمك ني لازم يسوي السمكة كويس واننا ما ارميش الميت صرف الصحي في المحيطات والماية الفريش والكنال والوطر والليكس والبحيرات وكلام ده علشان ايه ما لوسهاش وما يجيش للعينين دي لا ده شكرا شكرا